الدورة الودية الدولية لمنتخبات اقل من عشرين سنة او بما تسمى المحاربين الصغار التي ستقام في الجزائر الفين اربعة وعشرين هقولك في الفيديو ده عن موعد البطولة المنتخبات المشاركة جدوى المباريات التوقيت ايضا موعيد المباريات والملاعب المستضيفة لهذه البطولة الودية الدولية السلام عليكم ورحمة الله الجزائر عن طريق الاتحاد الجزائري لكرة القدم اعلن عن اقامة دورة ودية دولية لمنتخبات اقل من عشرين سنة البطولة دي مهمة جدا لانها تكون استعدادية لبطولة او لتصفيات كأس افريقيا الفين خمسة وعشرين لمنطقة شمال افريقيا او منتخبات شمال افريقيا وبالتالي الاتحاد الجزائري في وقت سابق اعلن انها يقيم البطولة على ارض الجزائر بمشاركة اربع منتخبات المنتخب الجزائري اقل من عشرين سنة والمنتخب المصري اقل من عشرين سنة والمنتخب التونسي اقل من عشرين سنة وايضا المنتخب الموريتاني اقل من عشرين سنة زي ما قلتلك هي استعدادية هذه الدورة الودية لتصفيات كأس افريقيا الفين خمسة وعشرين التي ستقام في اكتوبر المقبل بالنسبة لموعد البطولة او الفترة الزمنية اللي هتقام فيها البطولة الودية الدولية على الاراضي الجزائرية في الفترة من اتنين وعشرين تلاتة الفين اربعة وعشرين اتنين وعشرين مارس الفين اربعة وعشرين وحتى الستة وعشرين مارس الفين اربعة وعشرين ستة وعشرين تلاتة بالنسبة لجدول المباريات عندنا ان شاء الله تقريبا لسه لم يتم الاعلان عن النظام لهذه البطولة ولكن توقعاتنا انها تكون بنظام الدوري والنقاط يعني كل منتخب هيلاعب التلات منتخبات التانيين وبعد كده يحتسبوا عدد النقاط ويشوفوا مين صاحب المركز الاول ومين صاحب المركز التاني ومين صاحب المركز التالت والمركز الرابع بالنسبة لجدول المباريات عندنا يوم الجمعة 22 ثلاثة 22 مارس مبارتين المباراة الاولى ما بين الجزائر وتونس الساعة 10 مساء على ملعب مصطفى تشاكر وايضا المباراة التانية مصر ضد موريتانيا في نفس التوقيت يوم الجمعة 22 مارس الساعة 10 مساء على مرعب سالم مبروكي ده بالنسبة لأول مبارتين واول جولة الجولة الاولى اللي هتكون يوم الجمعة 22 مارس الجزائر ضد تونس ومصر ضد موريتانيا نروح للجولة التانية اللي هتكون يوم الاحد 24 مارس الساعة 10 مساء ايضا عندنا المباراة الاولى الجزائر ضد مصر على ملعب مصطفى تشاكر والمباراة التانية تونس ضد موريتانيا يوم الاحد ايضا 24 مارس الساعة 10 مساء على ملعب سالم مبروكي ده بالنسبة للجولة التانية نروح لموعد الجولة التالتة اللي هتكون السلساء 26 مارس 26 ثلاثة عندنا مباراتين في نفس التوقيت 10 مساء الجزائر ضد موريتانيا ومصر ضد تونس الجزائر ضد موريتانيا على ملعب خمسة جولية بالعاصمة الجزائر ومبارات مصر ضد تونس على ملعب مصطفى تشاكر يبقى عندنا تلات جولات تلات ايام ان شاء الله في هذه الدورة المهمة جدا لهذه الفئة فئة منتخبات اقل من 20 سنة واستعدادية زي ما قلتلك لتصفيات كأس افريقيا 2025 يوم الجمعة 22 مارس مباراتين الجزائر وتونس ومصر وموريتانيا يوم الاحد 24 مارس مباراتين الجزائر ومصر وتونس وموريتانيا ويوم السلساء 26 مارس عندنا مباراتين الجزائر وموريتانيا ومصر وتونس يا ترى مين هيستطيع حصد لقب هذه البطولة مين هياخد المركز الاول والتاني والتالت والرابع في هذه البطولة انت تقدر تكتب توقعاتك في التعليقات هذه الفئة للأسف الشديد بيكون يعني مفيش اهتمام اعلامي كبير بيها مفيش اهتمام بالصحف وبالقنوات التلفزيونية بهذه الفئات وده غلط كبير جدا جدا عند الاعلام العربي لان الاهتمام بيأتي من هنا الحاجات المهمة او المنتخبات الكبيرة بتأتي من التركيز على هذه الفئات الصغيرة تحت 16 سنة و17 و18 و19 و20 و21 هما اللي بيكونوا نواة المنتخبات الاولى وبالتالي هنا عودناكم في القناة بنهتم بكل الفئات بكل المنتخبات هنا في الفيديو ده تكلمنا على منتخبات اقل من 20 سنة دورة ودية دولية في الجزائر اربع منتخبات الجزائر وتونس وموريتانيا وايضا منتخب مصر نتمنى لهم التوفيق ونتمنى للجزائر بتنظيم بطولة ودية دولية مميزة ان شاء الله لا تنسى دائما لايك للفيديو واشتراك في القناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته